بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد لابد من تسليط الضوء على معاناة ابنائنا المطلوبين وهنا أن قل لكم جزء صغير جدا من تجربتي والتي أقدر عمرها خمس سنوات من مطاردة النظام وطلبه لي إلى يومنا هذا وكان من معاناتي مع السكن ما أن يعلم صاحب العقار بأنني من المطلوبين قام بطرجي بحجة واهية مع أني مستأجر وللأسف الشديد يندر وجود عائلة ترحبك كمطلوب يحتاج إلى مأوى بسبب أن وزارة الداخلية تخوف الناس في هذه المسائل ومن معاناتي ومن معانات العائلة تم مداهمة المنزل أكثر من خمسة عشر مرة وتهديد والدتي واخواتي أن أسلم نفسي مبنى التعذيب وتم نشر صوري في قناة البحرين والصحف بصفتي إرهابي بسبب تعميم بالقبض في نقاط التفتيش والوزارات الحساسة لا نستطيع العمل لتوفير المال لتغطية احتياجاتنا اليومية البسيطة كالمأكل والمشرب والعلاج وكنت قد صلت الضوء فقط على المعانات في السكن والمال خلاصت رسالتي إلى شعب البحرين المؤمن أن يحتضن المطلوبين بما يستطيع قل فلله الحجة البالغة وما نزال صامدين في سوح النزال أستذكر لكم أحد معاناتي التي كنت فيها مضارج كنت في أحد الشقق السكنية وكنت مستأجر لوحدي وجاءتني مضايقات من مالك الشقة بعد أن علم أني مطلوب للنظام وتم طردي وحينها بقيت بقيت ولا مأوى ولا ملجأ عن عين النظام الفاقد للشرعية